عايز أرجع الأول في بداية ومستهل الحديث المعرض السنادي احتفى بنزك الملائكة وهذا احتفاء في رأي المتواضع عظيم بالأدباء والمثقفين والتنويريين العرب كان سهل جدا أنه تبقى الشخصية الوحيدة في المعرض شخصية مصرية لكن القائمين على المعرض كان عندهم رؤية أخرى وأنه بجانب الشخصية المصرية يكون لدينا شخصية عربية بحجم نزك الملائكة شفتت إزاي يعني طبعا شكرا وسعادة كبيرة أن أتحاول مع حضرتك وفي القاهرة اللي هي عاصمة الثقافة العربية التنويرية كما تفضلت في بداية الحديث أعتقد أن الاحتفاء بنزك الملائكة ليس اعتباطا أن يكون في القاهرة وفي مئويتها لنتذكر جيدا بأن أول قصيدة حرة كتبت في الشعر العربي الحديث يعني في مرحلة الحداثة هي قصيدة الكوليرا كانت عن مصر ونشرتها في مجلة العروبة في ديسمبر عام 1947 فنازك هي منذ أول قصيدة كتبتها عن القاهرة عن مرض الموت الكوليرا فكوليرا الموت تحول إلى كوليرا الحياة أنتجت هذا الموت أنتج حياة تحول كبير في تاريخ الشعر العربي هي في القصيدة الحديثة وشاء القدر يعني من اعتاد على صفة مات عليها أو من أحب عمل قوم حشر معهم أن يكون جثمان نازك الملائكة في القاهرة يعني وما يدريك قد يكون جسد نازك بجوار جسد أحد ضحايا مرض الكوليرا في مصر فسعدت كثيرا بالدعوة أن أشارك في الحديث عن نازك الملائكة في معرض القاهرة الدولي الكتاب ووجدت أن النقاد والكتاب المصريين يعرفون كل تفاصيل نازك الملائكة في سيرتها في بنائها الفني وكتب الكثير عن نازك الملائكة لكن من خيرة من كتب عن سيرتها وعن أدائها الفني هو الكبير جابر عصفور خاصة في كتابه الأخير تحولات شعرية ذكر كيف عن لقائه الأول مع نازك الملائكة في أيام كانت مشرفته سهير القلموي فهذا العشق ليس فقط يتوقف على المستوى الذاتي دليل على أنه الثقافة عابرة للحدود حين تكون ثقافة تنويرية التي يكون فيها سلطان العقل لا يعلى على أي سلطان آخر هو المحرك للوجود الإنساني فمسألة الاحتفاء الرؤساء بنازك الملائكة ليس فقط للبعد الأيديولوجي لأنها أيضا كانت هي على الرغم من أنها لم تنتمي إلى أي حزب قومي لكن هي كانت في بعد مؤمنة وهناك فرق بين الإيمان والاعتقاد ليس اعتقادا إيديولوجيا إنما هو إيمان بأن الهوية العربية ليست بحاجة إلى إيديولوجيا ضيقة يمكن أن تحددها لأنها ممكن الإيديولوجيا تنتهي في فترة معينة وتنتهي معها لكن حين تكون إيمانا ببعد إنساني يمكن لها أن تستمر وبالتالي فإن الوجه الثقافي الأمثل الذي عبرت عنه نازك الملائكة هو بالانتماء الصادق للمفهوم العروبي بغض النظر عن التحولات الإيديولوجية سعدت كثيرا كما ذكرت في بداية حديثي أن تكون نازك حاضرة في معرض الكتاب ويتوجه القراء المصريون الكبار والصغار ولو كأسنان المشط المثقفون لا يختلفون ويجلسون في القاعات والندوات التي تتحدث عن نازك وكانت حاضرة في إحدى الندوات ابنة عمتها وأيضا هي مقيمة في القاهرة وذكرت هناك سيرة لنازك مخطوطة ربما سترى النور قريبا وستكون تكلفت الهيئة المصرية العامة للكتاب بطباعتها وأكيد سنعرف أسرار جديدة غير التي قالها النقال لكن في عبارة أخيرة أن جابر أصفور ذكر في كتابه أن نازك الملائكة حينما في نهايات حياتها أصيبت بمرض الكآبة والسبب في ذلك لأنها كانت مظلومة من قبل الرؤية النقدية العربية لأنها الأنثى والفحولة لا تريد أن تكون الأنثى هي التي تغير عمود الشعر العربي وكأنها نموذق للمثل العربي القديم إذا صاحت الدجاجة صياحة ديك فاذبحوها فنازك تجرأت وقد صاحت صياحة ديك وهذا المثل قد وظفه الناقد الكبير عبدالله الغذامي في كتابه تأنيث القصيدة لكن لا أدل إن كانت يسمح للوقت الحديث أن مظلومية نازك ليست فقط في حياتها حتى بعد موتها لأنه إذا كانت هناك آراء نقدية قد واجهت نازك بالفحولة وأنها أيضا لم تكتب بالشعر الحديث كما كتب السياب أو البياتي أو عبدالوهاب بولند الحيدري عفوا المفارقة أن أغلب النقاد الذين هاجموها هجوما لاذعا وهذه حقيقة نذكرها ليس يعني هم من النقاد العراقيين المفارقة أن أغلب النقاد المصريين هم انتصروا لنازك لكن ليس انتصارا كما ذكرت إيديولوجيا لأنها قد تضاملت مع بقدر ما هم يريدون أن يتحررون من الضواغط الإيديولوجية السابقة المظلومية الأخرى هي التعاطف يعني هناك أيضا تعاطف مع ناسك العطف هو كان مع الأنثى ولم يكن مع الشعر ودفاعهم كأنه دفاع عن حقوق النسوية أكثر مما هو دفاع عن حقوق الشعرية وبالتالي بدأوا ينبهرون مثلا أن نازك الملائكة التي غيرت خارطة الشعر العربي أنها غير محجبة وأنها تلتدي الفساتين يعني متمردة على الفساتين الإسلامية طيب هل هذا كان هو هم نازك الملائكة أن تكون سافرة يعني أعتقد أنه بسبب العقل المحجب هو الذي ينبهر من السيدة غير المحجبة بمعنى أن نازك تعرضت إلى مظلوميتين سواء من تعاطف معها أيضا ظلمها لأنه دافع عنها بوصفها أنثى ومن هجم عليها أيضا لأنها الدجاجة التي صاحت سياحة ديكة فاتبحوها ترجمة نانسي قنقر